إميديت و ديليت يبقى أنا عندي نوعين نوع اسمه إميديت بيحصل بسرعة ونوع اسمه ديليت بيحصل متأخر طيب إيه الفرق بين النوعين الإميديت بيحصل عطول بينما الديليت بياخد أيام 4-14 يوم الأشد والأخطر للسيفيريتي هو الإميديت من كلمة Life Threatening دي بينما التاني لأ طيب الانتيبوتز في الإميديت IGM هناك IGG في الديليت الانتيبوتز زي ما قلت لك في الإميديت already present in the plasma لأ طيب إنكمبيتبليتي بيكون APO major incompatibility بينما في الديليد بيكون minor فصائل أخرى غير الابو زي كد طب الهيموليسيس في الاميديد بيحصل في التاو انترافاسكولر بينما في الديليد اكسترافاسكولر يروح على الاسبلين وعلى الليفر في الماكروفاج يحصل فاجوسيتوزيس ياخد وقت